اشتركوا في القناة معرفة مبادئ العلاقة مع ربنا وممارستها من الشفاء النفس والمصالحة مع نفسي من الحرب الروحية مع دو الخير مع المنادات بالانجيل للناس اللي محتاجة تسمع الأخبار الصارة وفي رحلتنا في ما نسميه العلاقات الإنسانية قلنا في مبادئ عامة علينا أن نرعيها وحنجدها في كل أنواع العلاقات الإنسانية المختلفة في العيلة في العيلة الروحية في الكنيسة في المجتمع الماركت بليس في واقع العمل ومع الدولة ومع السلطات وقلنا عندنا ست مبادئ من هذا النوع والحاجة الجميلة فيهم اللي تربطهم كلهم أنه كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم الجولدن رول المبدأ الذهبي الكلمة اللي قالها المسيح اللي يمكن من أروع مقيل من مبادئ في العلاقات الإنسانية وبعد أن دخلنا إلى أول دائرة العيلة وقلنا أول خطوة في تكوين العيلة هو اختيار شريك الحياة ثم ممارسة الحياة الزوجية ثم تربية الأطفال ثم علاقة الأطفال بوالدهم وابتدينا مع بعض في اختيار شريك الحياة وقلنا اختيار شريك الحياة وممارسة الحياة الزوجية محتاجين نبتدي من الآخر للأول فنبتدي بنقول إيه هو الزواج وإيه المفاهيم الغلط عن الزواج وحطينا أربع حقائق بسيطة جدا لكنها أفتكر بتغير حاجات كتير قوي بالطريقة اللي بتبص بيها الناس للزواج الحلقة دي هنتكلم عن الجزء الثاني من الدراسة بتاعتنا اللي هو المبدأ الكتابي لاختيار شريك الحياة البعض ما سألش نفسه هو الكتاب حط مبادئ لاختيار شريك الحياة ولا ما حطش ويا طرق لو في مبدأ حطه الكتاب هو إيه المبدأ ده وإزاي نطبقه اسمحوا لي قبل ما نفتح الكتاب خلينا نجرب نعمل تجربة عملية الأول نعملها بنفسنا وبعدين حنتفرج على حاجة ونعلق عليها وبعد نفتح الكتاب ونشوف بيقول إيه الكتاب عايز كل واحد ياخد ورقة ومعاك ألم أكيد كلكم معاك ورقة ولم بأنكم تلاميذ رائعين ورقة بيضة كده لوحدها لأن يعني يمكن كمان للمها فمش لنسب تكتب اسمك عليها ورقة بيضة معاك ألم وكتب كده على رأس الورقة ما أتمناه في شريك الحياة ما أتمناه في شريك الحياة عايز كل واحد يكتب ما تغيشش بعمل لجنبك عشان اللي هو يتمناها غير اللي انت تتمناها مش كده فتلميذ معهوش ألم يعني انت كفاء جاي بنفسك صح يعني مش مأولة عنديك كمان معاك ألم فاااااااااااااا لست بالحاجات اللي لو لقيتها في حد تقول هو ده. نعم. لو في ورقتين تلعوا شبه بعض هو دول اللي يبقى ليه. ايه انا هتشوف. اه اتفضلوا. ايه? في سؤال هنا. اتفضل. في طريقة معينة في الكتابة يعني نكتبها مسلا على المستوى الروحي وعلى المستوى الاجتماعي ولا عشوائي? ايه عشوائي غالظ. اللي كده بسجيتك خليك على ايه? سجيتك. استريح. ايوا فضل. طلع المشكلة. يلا يا شباب. ضي عشوات. حلقة هتروح من هنا. ده لامزة قعدة وراء الكاميرات. ما اتمنى في شريك الحياة. مواصفات شريك الحياة. طيب يا شباب. مين اا يعني ما عندوش مانع يقرلنا? هي اسرار شخصية. لكن يعني لو حد تبرع انه يقول لنا كتب ايه? يعني ايه? انت ممكن? يلا. نبتدي بنت عشان ولادنا نتكسفوش. فضلي. بس يقولك بيتقول يا لهوي. يلا. نسمع. اقول ايه? نقطة نقطة. اه بسرعة كده ارغل لنا. اه حقيقي بيكملني اه بيحترم الاختلافات اللي ما بيني وما بينه. اه بيعرف يكون مسؤول. عم يكفع لقته بالله. بنعلي بعد. تحب من تاني ارى لنا. ولد. ولد. فضل. بنت لله. مدبرة. بنت ربنا. ولا اله الا الله. اه مدبرة. مدبرة. شخصية عملية. عملية. زو فكر ورأي. زو فكر ورأي. تتحمل المسؤولية والخيادة. بالحام مسؤولية والخيادة. اه. ناضجة. ناضجة. اجتماعية ومحبة للناس. اجتماعية ومحبة للناس. كريمة وزعطاء. كريمة. وزعطاء. وزعطاء. في حاجة عندك زي كده. اه 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 طيب دي حاجة تاني اه اه بنت تانية اه نانسي. اه ارى نانسي. اول حاجة هيكون علاقته مع ربنا عميقة جدا. كويس. يكون وسيم. يكون امين في طريقته يعني صريح. صريح. يكون حالته الاجتماعية مش واقع. مش واقع. ويكون اه مراح. ويكون اه يعني بيحب الشغل. يكون اه محبوب مش بخيل. وبيحب السفر. وبيحب السفر. طيب. ولد كمان يارلنا. اتفضل. 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 عشان انت ما جدش معك ألم. فحدي. يلا اقرب. ليه علاقة حقيقية مع ربنا اه. اه. ليه علاقة حقيقية مع ربنا. تمؤمنين اوي. براو عليك. اه. لأ عشان تشجعني ونعرف. عشان تشجعني اه. لأ نكبر مع بعض ونعرف نخدم مع بعض ونعمل حاجة مع بعض. يكون قلبها إنه عندها فعلاً مأحب ناقي إنه تعرف تعمل دوات زكية ونطجة زكية تفهمني ونطجة تكون سوية رقيقة بس مش فرفورة جدعة يعني تعرف تتصرف وتكون أمينة ومخلصة أمينة ومخلصة مهماكش كلاية بصراحة نسبياً طبعاً لازم أحس إنه يعني أنا معجب بيها آه لازم طبعاً مهماً قلت إنها جميلة في أجمل منها فإنه لو هدور على الجمال في أجمل منها تاني فإيه يعني فعلى قال لي تبقى جميلة آه يعني مش أجمل واحدة معجب بيها مقبول أنا معجب بيها بشكلها لازم طبعاً قابل شكلها إيه؟ إيه؟ حلاوة تروع أبونا طيب خلينا نتفرج خلينا نتفرج على كليب كده برضو يساعدنا إننا يعني آه إيه؟ ماشي 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يا ترى دي الطريقة يا ترى الطريقة ان انا اجيب ورعة واكتب انا نفسي في ايه وادور على لنفسي فيه يا ترى دي الطريقة يا ترى ده المبدأ الكتابي ده الاغلب الناس بتعمله صحيح صحيح يا ترى دي الطريقة ولا الكتاب بيقول حاجة تانية خالص الخناء اللي بجد هيبتدي ماشي ماشي يا نانسي ماشي ايه المبدأ الكتابي لاختيار شريك الحياة ماذا كتب لنا الله عن اختيار شريك الحياة في التصميم الالهي الاول في جنة عدم ماذا قال الكتاب في هذا الشأن قال ايه قال معين نظيره قال معين نظيره اصنع له معينا نظيره في الكتاب ما سفهاش كده قال للكود في شفرة في شفرة في الكتاب اذا ما فكتش الشفرة ديت هتطر اعمل الاغلب الناس بتعمله اني انا هقعد وكل ما بكبر وبندج الليستة دي بتاعي حصلها ايه بتتغير شوية فاهم قصدين كل ما هادا ما بزود ايه متطلبات وبعين اشيل وبعين الاقي من النوع ده كتير ازود حاجة يقل له ازود حاجة يقل له ازود حاجة لاي مفيش الاتنين دول ما بيجوش مع بعض انا الناس بتفكر في اختيار شريك الحياة من منطلق ان كل واحد يحط المواصفات اللي نفسه فيها ويدور عليها صح اني تشدت لبنت وبعين بشوف هيدي المواصفات اللي عايزها لا مش هيدي المواصفات دي بقى مش اية الطريقة دي توصلني ولا الطريقة دي فيها حاجة غلط خالص بتتوهني وبتوصلني النتائج خطأ ايه الكود ايه الشفرة ايه الكلمة السرية اللي قالها الكتاب اللي بقناقنا عنها هامشي رحلة لاكتشاف شريك الحياة معينا نظيره ما عندناش حاجة تانية في الكتاب الكلمة دي تنطبق عليها كل الحاجات التانية اللي ذكرت في الكتاب المقدس عن الزواج اتقالت من اول يوم اتقالت في الكتالوج الاصيل اللي بجنة عاد اتقالت بس محدش بيقراها محدش بيفكر فيها محدش حاول يقول له روحه معناها ايه الكلمة ديت معين هنا جاية يعني helper ودي بالعرب وبالانجليز يعني واحد يساعدني الشخص الذي يخفف ويعين ويسعف الذي يقدم النجدة والغوث فمعين فمعين اول كلمة معناه حد بيساعدني بيكملني بيغيثني بيعينني بيخفف علي الكلمة الكلمة التانية نظيره نجد بالعبري والكلمة ديت تأتي بمعناها part opposite الجزء المعاكس counter part mate mate عارفين mate اللي يقولك الروم mate بتاعه الرفيق الصديق اللي بيشاركوا الغرفة اللي بيشاركوا الحياة معناها ايه معناها اللي يشبهني قوي بس مش نسخة مني يشبهني قوي بس مش نسخة مني لانا لو نسخة مني مش هيبقى معين صح هيبقى ضعفاته ايه ضعفاتي وعيوبه هتبقى ايه هتبقى عيوب اللي انا هكملو ولا هو ايه هيكملني لو كان نسخة مني الراجل يجاوز ايه? على الهل يعني. لازم ما بديان يبقى راجل صحي كده? احنا اتفعنا الراجل الجاوز ايه? ست قلنا الاختراع الاول رجل وامرأة مش كده? يعني دلوقتي بقى راجل وراجل وستة وستة. يعني ده ده ما ارش الكتالوج خالص. ده ما ارش الكتالوج ايه? خالص. لكن الاول رجل وامرأة. فرجل وامرأة. بس لازم المرأة ديت تشبهني قوي. بس ما تبقاش زي بالزبط. بدلينها امرأة. حد. يعني ده عالم اخر. هنتكلم عن الفكرة ديت. لكن رجل يشبهني قوي. وفي ذات الوقت يكملني. وانا اكمله. ده الكود دي الشفرة اللي حطها الكتاب. لشريك الحياة. اذا انا ما فكتش الشفرة دي وفهمتها. اذا انا ابتديت من منطلق ما اتمنيه. اللي انت تتمنيه دوت. تعرفي منين? اللي انت كتبته ده. تعرف منين? ان ده يحقق معين نظيره. تعرفش? ده اللي انت نفسك فيه. اللي انت بتقول افتكر ده اللي يسعدني. اللي يسعدك لازم تتوفق فيه الشروط ديت. طيب. لو احنا عايزين نحقق الشروط ديت. البداية تبقى منين? للشفرة ديت. البداية منين? انا عايز معين نظيري. نظيري. معينا نظيره. صح? يبقى بداية فك الشفرة السؤال الاول اللي اسأله. مش من اتمنى? السؤال الاولان يبقى مفروض يبقى ايه? انا مين? سوى لاني بقى ايه? انا مين? لاني محتاج حد يشبين او 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 زي ما انت في انا? ومش زي وما فيوش ضعفي? وما فيوش قوتي. عشان نكمل بقوته ضعفي وانا كمل بقوتي ايه? ضعفه. ايبقى اول سؤال انا انا اجاوب عليه. في رحلة اكتشفت شريك الحياة. انا مين? انا مين? لو اديتك ورعه وقلم. وقلتلك اكتب انت مين? كنا لسه قريب في سمينار شفاء نفس. وكانوا معنا الناس كبار بقى يعني تلاتينات واربعينات وكده مختلفين. وكنت حتى في الخارج وكانناس بس بيتكلموا اللغة العربية من بلاد اوروبية مختلفة بتكلموا عربي. وكان في السمينار بتاع الشفاء النفس لو فاكرين فيه ورقة بتقول اكتب انت مين? الحجارة المكتسبة والموروثة. وفجئت برد فعله وقالوه قلوه السؤال ده صعب او يا السيس. صعب او اكتب انا مين? يا نهار ربيض عندك تلاتين واربعين سنة ومش عارف انت مين? وناس منهم اتجوزوا وخلموا. ومسألش روحوا خالص قبل ما اتجوز. انا مين? ما اللي اخترتها بناء انا على ايه? برو انا علي نفسي فيه? بناء اني اتشديت. بناء اني حبيت. بناء انا على اي حاجة. لكن انا ما حطيتش اول سؤال في الموضوع. انا مين? قدام شوية هنساعدكم. هنوزع ورقة. تساعدك تحاول تكتشف انت مين? لو مش عارف تملى الخنات ديت. يبقى المواصفات المطلوبة في شريك الحياة. واضح الفكرة بقول ايه? واضح الفكرة بقول ايه? انا مين? اذا انا ارتبطت بالشخص اللي انا نفسي فيه. وبعد ما اتجوزت لقيت اللي نفسي فيه ده مش هو المناسب. كويس? وانا ينسبني كده مش كده. بعمل ايه? بعمل ايه بعد كده? لا يا ريد. بحاول اخليه الشخص الايه? المناسب. انا كان نفسي ان الشخص دوت يبقى اجتماعي قوي. لان انا مثلا ممكن انا مش اجتماعي قوي. فنفسي واحد يعوض الحكاية دي. فانا انت واي قوي فعا كنت عايز حد اجتماعي قوي قوي. كويس? فجوزت حد اجتماعي يدا. لما جوزت بقى انا احنا مختلفين عن بعض. انا عايز اقعد واحد وعايز يقعد طول النهار مع الناس. مش عارف هو عايز يقعد يقرأ وانا عايز اه اخرج اتفسح. فبقيت. فعشان ينسبني انا بعمل في ايه طول الوقت? بحاول اخليه الشخص الايه? المناسب. فبحاول اغيره. وهو بيعمل في ايه? بحاول يغيرني. اكبر مشكلة في العلاقات الزوجية هي محاولة تغيير الاخر عشان يبقى مناسب. لان انا لما اخترت ما اخترت الشخص مناسب. انا اخترت اللي نفسي فيه. بس اللي نفسي فيه طلع مش هو ايه? المناسب في الزواج. التروس مش ركبة. فعشان نركب التروس انا بغيره وهو بيغيرني. فانا برفضه وهو بيرفضني. فانا بيزعل منه هو بيزعل مني. فانا بعد شوية مش بحبه ولا هو بيحبني. وبعد شوية انا بكره وهو بيكراني. كنا عنوف على روحنا المشكلة دي كلها. لو انا اخترت الشخص المناسب. اللي مش محتاجة اغيره. ولا غير صفاته. لانه مناسب. لان السنان بتاعته ركبة قريدي في السنان ايه? بتاعتي. بعض الترجمات لمعين نظيره ديت. سيوتيبل هيلبر. سيوتيبل. يعني شخص مناسب. هارمونيوس هيلبر. فيه هارمونيوس فيه توافق وانسجام في العسف. فالتين غير بعد. بس بيعزفهم مقطوعة واحدة. فطالع لحن جميل. مع انهم رجل وامرأة. قالتين غير بعض. قالة وتارية وقالة نفخ. مش عارف ميهم من النفخ وقان فيهم اللي وتارية. واخدبالك ايه 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 او قالت اقاع ايه والاقاع ماشي. فقالت اقاع وقالة وتارية. قالتين غير بعد خالص. دي طابلة ودي مش عارف ايه ايه ايه. يعني لكن بيعزفوا لحن واحد. ففيه هارمونيوس. فمناسب. هارمونيوس. سوتيبل. دي الكلمات اللي انا بدور عليها. عشان كده خلي بالكم من اللي انا حطه دوت. اكبر مشكلة في اختيار شريك الحياة. اكبر التغير في المايند ست في طريق التفكيري في اختيار شريك الحياة هو الفرق ما بين الكلمتين دول. الناس بتدور على ما اريد في شريك الحياة. السكة دي توصلني فين تلبسني في الحيط. المبدأ الكتابي بيدور على ايه. ما يناسبني. اللي على قد مقاسي. اللي اللي ما لبسه يجي علي. ما اريد انا عايز اجمل فستان. انا عايز احسن بدلة. انا عايز اغلى حاجة. انا عايز اخر موضة. فهمين فرق الاخنين? فرق ضخم. وانا بدور في شريك الحياة. على ما اريد ده التجربة اللي احنا عملناها. وده الاخ بتاع جوجل بيعملها. ودي اه يعني انتوا استغربتوا فيها ايه غلط صح? فانتوا على طول صحبتوا ورق 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 معاملتوا ايه? ودتوها. والبعض حاول يبقى شيك وما يجيبش سرط الشكل. فهم? ننسي صريحة. عايزة يعني امور. ما حنلف وندور ليه? نجيب من الاخر. فهم? احكتب عليك يعني اه والراجل ده قالك قالك اه شقراء. وعنيها ملونة. ومش عارف وجسمها مش عارف ايه. وبعدين قالك ايه? وعميقة التفكير وشخصية مسئولة. فهم? فصفراء وزرقاء ومسئولة لا يوجد. سا يعني التركيبة دي يا جوجل هنج. ارجوكو. ارجوكو. عشان خاطر ربنا. عشان خاطر ساعتك ومستقبلك يا ابني. عشان خاطر راحتك يا بتي. هناك فرق هائل. هناك فرق هائل. هناك حتيجي ان شاء الله. هناك فرق هائل بين ما اريد. وبين ما يناسب. لو عملت ما اريد هتطلع لستة. ولو عملت ما يناسبني هتطلع لستة تانية خالص. دول سكتين غير بعض. واحدة هتوصلني لاختيار شريك حياة تبقى للمواصفات الكتابية. الوريجينال ديزاين. التصميم الاولاني للزواج. واحدة هتوصلني لاختيار شريك حياة مبني على قيم هذا العالم. الشهوة والكبريات. نفسك في ايه حبيبي? نفسك في ايه? نفسي في امورة سنيورة تم لعنيها. نفسي واحدة تهنيني وتهشتكني وتوكلني. نفسي في واحدة تطبطب عليا وتسعدني. نفسي في واحدة غنية تصرف عليا في اليومين السود اللي انعايش فيه. صح? نفسي. معنا بقول في ايه ما نفسي. نفسي. فحاختار مبادئ مبنية على الشهوة وتعظم المعيشة. فنفسي في واحدة افتخر بيها قدام الناس. هي ابنية عروسة هتتوريها للناس. هي عربية هتركبها. نفسي هتحط حاجات ما يناسبني ما احتاجه لشخصيتي لستة تانية خالص. السكة هنا ببص كده الاول. اللستة دي ببص فين الاول. بص كده الاول. انا مين؟. انا مقاسي ايه؟. سكة تانية خالص. هنا مليانة صدق مع النفس وتواضع واخلاص. هنا مليانة انكار للحقيقة. وقيم العالم اللي بعيش فيه؟. فاهمين بقول ايه؟. عشان كده دول جدولين هتلاقي هنا حاجات مختلفة تماما على انت هتحططها هنا. فيها سئلة في هذا دي؟. خالص. حدوك قلت ما اريد وما يناسبني. اه. طب انا مسلا. ايوا. مسلا بفكر بابنتي اللي اصابت بها مسلا تكون يعني نفسي مستوية المادي ونفسي نفس المستوى الاجتماعي ونفس المستوى الفكري فأنا بحط أحلام عشان خاطر ما كنش العلاقة دي تكون بايضة يعني مثلا أقول بنت مثلا مش أختارها غني قوي وأنا مثلا فيك جدا أو مش أختارها أنا غني جدا وهي فائرة جدا مش أختارها هي شخصية تعرف تتكلم مع الناس تعرف تتناقش يعني أنا أختارها هي بمستوى بالضبط عشان خاطر نعرف نكون متواصلين فأنا ما اختارتها مثلا وقود ديكت ورقة أنا كتبت مؤمنة عشان خاطر نفسي يكون بنت مؤمنة يكون نصلي مع بعض يكون بنتنا يكون كنيسة اختارت تكون جميلة اختارت تكون لها موايزات طب جميلة ليه؟ عشان انت جميل يعني أنا عارف اللي أنا جميل أكيد طبعا طيب بس فأنا حاسس حضرتك هناك ما يناسب روحانطها قوي روحانطها؟ أه خالص ده أنا ما يناسب دي لما نيجي نتكلم عنها حتلاقي أغلبها مواصفات نفسية وكاركترز في الشخصية ما حضرك انت قلت هنا أنا قلت مؤمنة فمؤمنة دي تتربت يعني تاخد الكلمة بتاعة اللي انت تتكرتها بتاعة هي أولاية أنت كل واحد فيك وقال أنت كل واحد فيك وقال أنا مؤمن عايز واحدة مؤمنة أخد بالك كلمة مؤمنة ديت تفي كل الشروط الروحية اللي انت عايزها أنواع المؤمنين كتار جدا أي مؤمنة؟ تناسبني؟ ولا زي ما انت قلت في الأول أنا عايز حد نظيري انت قلت أنا رعيت إنه يبقى نظيري صح؟ في الليستة بتاعتي كويس؟ نظيري دي انت كتبت انت مين الأول؟ انت ما كتبتش انت حطيت حكتين ثلاثة زي بعض عايزة تبقى نفس مستوى المادي بس أنا ما حطيت حطيت الحاجة اللي هي يكون زيئة بالزبط كويس انت عايزها زيئة بالزبط ولا عايز معين نظيري عايز زيئة بالزبط ولا عايز معين نظيري وايه اللي مش لازم يقزاي بالزبط انا حددت حددتش فانت بالاخر بتحط مواصفات عامة بتحط مواصفات تنطبق على ما اريد اكتر على ما ايه يناسب انا عايز اقول ايه اللي يعشق بالزبط فلازم ارسم الصورة ديت بتاعتي عشان اعرف اللي ايه اللي ايه هيعشق فيها عشان الترسين يركبه صح ويلفه من غير ما ايه ما يتقطنه. فيدي المهين النظر دي تلاقيت يعني غريبة عني بحقا كتير. ازاي تبقى غريبة عني لما هي معين نظيري? ماشي يعني افلت شخصيتها مختلفة عني. ازاي لما انا بدور على معين نظيري? ازاي? هتطلع مختلق هي معين نظيري ديت. هتيجي من السماء? وهاخدها زي ما هي كده يبقى احنا بنقبن بالاسم والنصيب. ده انت هتختارها. بس مواصفاتها لازم تبقى مبناء على مواصفات مين? اه! ولا مواصفات اللي جنبك? هتاخد مواصفات لجنبك وتختار لوحك منه عروسة. انا واضح? سؤال تاني تفضل. مش ممكن ما اريد دوت هو يكون هو هو ما يناسب? ده لو عملتها بتريد ما يناسب. صح? طيب السؤال بقى. ايو لا لا انت فهمت? اه فهم. السؤال اللي بعد كده بقى. السؤال بقى انت كتبت الليستة. ما اريد. ما اريد. بناء على ما يناسب? نسبيا اه فيها حاجات يناسب. لا لا ما انا بسألك. فيها حاجات ما يناسب. يعني انت كتبت بتاع النتوءات بتاعتك وحطت دي مولان انا. اه. اه? فين انت مين? انا مين? سؤال برا المالحك ده. لا في سؤال. ايوة. دلوقتي الشباب ايوة. ايوة. بيجوزوا من برا? من برا مصر. اجانب اه اه. اجانب. الشباب كلهم يعني فيه. فيه ناس. اه. بزء من الشباب بتجوز من برا. اه يعني الموضة دلوقتي ان الشاب المصري يتزوج اجنبية. اجنبية. اه. هل ده يتعارض مع مشية ربنا او ما يناسبني? يعني انا عايز اتجوز من برا. ليه? عشان تاخد جرين كار? والسؤال ده ات مش بتاعي على فكرة. لا لا يعني. انا هدد الفكرة دي مبدئية. اسأل سؤالك من فضلك. عشان اعرف اتناش. ما رأيك? طيب مفروض احط في المواصفات انها تكون اجنبية وحملة للجنسية اللي انا عايزة بقى. عايزة هاجر امريكا? عايزة هاجر اوروبا? عايزة هاجر انجلترا? دي ما اريد ولا ما يناسب? بسأل سؤال ده ما اريد ولا ما يناسب? تبقى اجنبية اي اجنبية اي سن اي عمر المهم تبقى اجنبية عشان اخد الجنسية. يا لهوي ده ده جواز? ده تفكير شباب كتير يا بس ما نعرف. ده ضيق ذات اليد يا ابني. يعني ده استغلال لاعظم قيمة الزواج من اجل مصلحة مادية في الحياة. انا جاي من اوروبا. الريحة اللي فات اديت. الناس متجاوزين عشان ياخد الجنسية. متجاوزين بقى اللي اكبر منه بعشرين سنة وتلاتين سنة وخمس تشر سنة. واللي متجاوز على الورقة وبياخد الجنسية وبعاني يطلقها وبعاني يفقد الجنسية لان دلوقتي في بعض الدول لازم تتجاوزها. ما تقدرش يديك جنسية الا لما تتجاوز وتتعود خمس سنين وتديك هي شهادة انك كنت زوج صالح. لعنه بقى استغلال لاخذ الجنسية. السواج. السواج. من اجل الجنسية. يعني اتمنى ما يكونوش مؤمنين اللي بيفكروا زي ما انت حضرتك بتفكر ده. هيبان. 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 طيب. من فضلك اسأل سؤالك عشان انا فتخني معاك. ايو سوال ورا هنا. وبعاني هجيلك. تعال كده قدام. تعال قدام. اوقف. اوقف. تعال ايو. السوال العز. انا عندي سوالين. اول سوال. ما يناسبني. هي واحدة. فيش غيرها? سوال قويس قوي. ولا ينفع علاقة تاني. يعني اي تلاقي تاني. يعني انا كوت كثير. يعني لو لوحدة دي جوزت غيرك. هتلاقي غيرها. اااااا ماذا سوالي. هي واحدة؟ ما انا بسألك سوال. يعني ايه واحدة ولا حلقة تانية. انت فكر معي. يعني هي فكرة انه هي دي اللي بحبها ولو ما تجوزتهاش هموت نفسي. الافلام اللي بنسمعها دي. لا اصلا. ما انا عايز عرف. انت كده تكلمت عن بحبها مش الميوناسب. انت دخلت في خطة. بحبها وتناسبني. لا ما عليش. انت دخلت في خطة تانية. طب ماشي. انا هرجع لسؤال الا اول ايه. هي واحدة. يعني هي واحدة. ما فيش غيرها في العالم. يعني لكل انسان واحدة. ربنا معينها. ما دي يبقى الاسم والنصيب. اللي تناسبني. اللي تناسبني كليا. يبقى دي الاسم والنصيب. في واحدة ربنا عملها مخصوص تناسبني. ولا في ناس ينسبوني. في واحدة تناسبني اكتر من غيرها. في واحدة النهاردة مش بتناسبني لان انا ما تكونتش. طول ما انا بتكون وهي بتكون. ممكن اللي مش مناسب النهاردة. الاقيه بعد سنتين تلاتة. بقينا مناسبين لبعض. لان انا بتغير وهي بتتغير. انتو عاملين الحياة كأنها ساكنة. الحياة كده? ولا الحياة متحركة. باخد بالك. انت الحاجات اللي مكتسبها. ممكن تضيف لها اكتسابات جيدة وتفقد حاجات سيئة في السكة ولا لا. ايه اللي ما بيتغيرش? العجينات صح? فانت بتتكون. انت ممكن وانت عندك ستاشر سنة تجد انسانة مناسبة جدا جدا جدا. هي نفس البني قدمة دي. وانت عندك تمنتاشر سنة تنفعكش خالص. صح ولا غلط? لان كنت تحركت كده ويتحركت كده في شخصيتها. مضبوط. فالسؤال هي واحدة ولا اكتر? سؤال غلط. لو احنا فهمنا الديناميكية بتاع التكوين الانسان. في حد ينسبني اكتر من حد? اه طبعا. وكل ما بقى بعمل الشغل ده مضبوط. وبوصل لاكتر حد ينسبني كل ما بعيش اسعد حياة زوجية. لكن السؤال هي واحدة ولا لا? سؤال بالمفهوم اللي بقوله سؤال غلط. انت فهمتني? مضبوط. السؤال التاني. السؤال التاني. الوقت انا واحد خاطب. خاطب. انا مش خاطب لا. انا 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 واحد خاطب مسلا. اه وفرحي خلص فاضله قليل. كويس. فرجت على الحلقات دي. فجأت. ان انا او ان احنا الاتنين مش مناسبين لبعض خلص. خالص. الحل. نسيب بعض. نلحق. نلحق. احنا في السمينار التعداد للزواج. اه اللي بنعملها بيجي لنا ناس مخطوبي. وبيحضروا السمينار. واناس بتفك. وبنسعد جدا. لانه هما هما بيدرسوا عن مبادئ الزواج. وبيعودوا يعملوا الجداول ويوضبوا لحياتهم. بيلاقي انه هو سكته غير سكتها خالص. لا مش عالقنا بيكتشفوا انه احنا مش متفاهمين. بس مش ممكن تعمل جروح نفسية او جروح جوال الناس. طبعا اكيد. بس يعني يعني خطوبة فاشلة. افضل بكثير جدا من زواج. فاشل. مفيش امل في التانية. ايه ايه? يعني انا احنا مخطوبين وبعين اكتشفنا اننا مش مناسبين لبعض. وعملنا الشيط ده اللي احنا هنعمله وعملنا الواجب لقينا نسبة التوافق اللي بيننا وبين بعض ستين في المية سبعين في المية. نتجاوز? نتجاوز? يا نهارة بيض. حنجيلها. حنجيلها. يا هرام يا. هنيجي. المفاجآت جاية. الخطوبة الفاشلة ام الزواج الفاشل. انا مش في سكة وكتشفت اخر لحظة ان ده مش انسب حاجة ليا. اكمل. ايه اللي هيتغير؟. عزيزي مشاهد احبائي اشكركم. عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة. احنا قلنا هنتخانق للصبح صحيح هده? ارجوك. ارجوك عزيزي ارجوكو يا احبائي. الكتالوج. ارجوكو. الكتالوج. في قوانين في مبادئ حطاها الكتاب. ربنا عارف احنا امين. وعمل لنا السكة اللي نعيش فيها بشر. نستمتع بربنا وبعض. وبالخليقة الرائعة اللي ربنا عملها لنا. احنا اللي بنحرم نفسنا من السعادة ديت. لما بنختار لانفسنا طرقنا المعوجة. الى ان نلتقي عزيزي المشاهد. ربنا يحفظك تلميذ للنصيح. امين. اشتركوا في القناة